صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الخير يا محمد صباح الخير عليك يا منا صباح الخير والسعادة على حضراتك وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر زي النهاردة من 11 سنة كانت ثورة المصريين ضد حكم الإرهاب والتطرف ثورة 30 يونيو اللي خرج فيها ملايين المصريين في مشهد ما حصلش قبل كده في أي دولة في العالم علشان يسترد مرة تانية هويته ويسترد دولته 30 يونيو كان قرار شعب استجاب ليه قواتنا المسلحة اللي كانت وستظل هي السند والدرع لكل المصريين زي النهاردة مصر رجعت مرة تانية لأهلها والناسها الطيبين في ثورة عظيمة كان الشعب المصري فيها كل عادة هو البطل وكان الشعب المصري هو حقق الصد المنيع قدام فكر جماعة إرهابية حاولت أنها تخطف بلدنا وحاولت أنها تتمس هويتنا المصرية ورفعت السلاح في وش المصريين زي النهاردة هو يوم كان فارق في حياتنا كلنا لأن اليوم ده مصر فيه رجعت لكل المصريين حقيقي كان يوم فارق في حياة كل المصريين لولا 30 يونيو ما كناش شفنا مكتسبات وتمكين للشباب والمرأة لولا اللي حصل في 30 يونيو ما كناش قدرنا مرة تانية نسترد هويتنا وثقافتنا وقوتنا المصرية النعمة ما كناش قدرنا نبني بلدنا وعملنا مشروعات كتير جدا في مختلف المجالات الطرق الكباري المدن الجديدة البنية التحتية ومشروع حياة كريمة عشان كده احنا النهاردة هنتكلم عن مكتسبات ثورة 30 يونيو ايه اللي اتحقق على كل المستويات في الصحة في المشروعات القومية في مشروعات الشباب في الصناعة في المجالات المختلفة ازاي قدرنا نعمل كل ده رغم كل الصعوبات والصدمات الخارجية موجودين معاكم النهاردة على مدار 3 ساعات بنحتفل مع بعض بثورة 30 يونيو مرة تانية بنصبح على حضرتكم صباح الخير يا مصر